اشتركوا في القناة مما تجاوز 84 ألف ساعة من خدمة المجتمعية في 160 مؤسسة حكومية خلال عطة منتصف العام الدراسي وذلك ضمن مساق خدمة المجتمع الذي يعتبر من متطلبات التخرج من المرحلة الثانوية المدارس الحكومية في مملكة البحرين تطبق مساقا مهمة وهو خدمة المجتمع وهذا الحدف منه بشكل أساسي هو تعزيز قيمة التطوع عند أبنائنا الطلاب والطالبات ولله الحمد هذه التجربة أصبحت تجربة رائدة أصبحت محل تغدير واعتزاز تستلم الوزارة سأل شكر العديد من المؤسسات التي يتواجد فيها هؤلاء الأبناء لأنه هدفنا الأساسي أن نعزز العمل التطوعي وأن أيضا يعيش أبنائنا الجو من حيث نوعية العمل نوعية الخدمة التي تقدم وبالتالي يكتسب كثير من المعارف التي قد تساعد في مستقبلا في حياتها العملية فأنا أحب أشكر أولا في البداية جميع المؤسسات التي تتعاون مع وزارة التربية والتعليم اليوم عندنا أكثر من 160 مؤسسة تستقبل الطلاب والطالبات عندنا أكثر من 2500 طالب وطالبة أنضموا إلى هذا المساق لأن فرصة الآن خلال الإجازة بين الفصلين الدراسيين أن يلتحق هؤلاء الأبناء في هذه المواقع لتغطية مطلب أساسي وهو خدمة المجتمع لأنه اشتراط أساسي في المرحلة الثانوية لا يمكن للطالب أو الطالبة أن يشتاز المرحلة الثانوية إلا بعد أن ينهي الساعات المقررة ونحن نؤكد أن وزارة التربية والتعليم هدف دائما تعزيز مثل هذه القيم في نفوس أبنائنا جميعا سعادة الدكتور ماجد بعين نايمي وزير التربية والتعليم زارت طلبات خلال التطبيق العملي لمتطلبات هذا المساق في عدد من الجهات والتقى بهم والطلع على المهام التي يقومون بها ضمن عملية تدريبهم بالنسبة للطلاب اللي يوني حق الخدمة الاجتماعية ووضفنا لهم بعض تعلموا الالتزام تعلموا ووضع أشياء استفادوهم من الصيدلية هنا شلون الترتيب والتنسيق والنظام عموما وبصراحة نشجع هذه المبادرة من وزارة التربية والتعليم طلبة كل مجموعة تجي تحاول تنجز قد ما تقدر الأشياء اللي نعطيها إياها وهم في نفس الوقت عندهم يعني يحس العمل وعندهم رغبة يعرفون لأنه أول مرة يمارسون عمل بشكل مع الموظفين بشكل لايذ يعني بشكل مباشر المساق يسام في ترسيخ قيام المواطنة وتنمية التطور الشخصي للطالب وتعزيز العمل التطوعي وذلك من خلال البرامج والأنشطة والفعاليات التي نفذها الطلبات في العديد من المؤسسات الحكومية المختلفة التي تدربون فيها والتي يكتسبون من خلالها مجموعة من المهارات والقدرات في مجال التواصل الاجتماعي إلى جانب روح المبادرة للتعامل مع مختلف المواقف وفق قيم التكافل والعطاء أساعد الموظفات في العمل المكتبي والكمبيوترات وأجاب على المكالمات وساعد الناس استفدت هنا تعاونتي لوياي وتعملت المسؤولية أشتغل هنا شوي وزع رسائل والمجمعات أحط البضايع وأشتغل على الكمبيوتر واجه السفات من خدمة مجتمع وأتمنى حتى يوم أنه ما تكون أول مرة أو أخر مرة أشتغل خدمة مجتمع وأنه أخذ من البحرين يذكر أن وزارة التربية والتعليم تسلمت العديد من رسائل الشكر والثنى من الجهات الحكومية لما بذله الطلبة من جهود خلال أعدائهم المهام الموكالة إليهم ترجمة نانسي قنقر